تقدم رئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدان اتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوريا الجنوبية وصرح متحدث رئاسة بأن الاتصال تناول تباحثة حول عدد من موضوعات التعاون التنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثمارية في إطار علاقات الصدقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء نماذج النجاحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الأقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بشار مشيخ ترجمة نانسي قنقر